يعني خلينا نتكلم الأول أكيد في عودة المنصات تتويجي الأفريقية في الموسم الجديد والمشاركة في بطول الكأس العالم الأندية ويمكن الأهلي من ساعات قليلة خلص وكلام كتير جدا عن خلاص صفقة مجدي أفشا مجدي أفشا خلاص يمكن من ساعات اتقال إنه هو مضى لمدة خمس مواسم مع النادي الأهلي عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا وأقول وجهة نظر الصراحة في موضوع مجدي أفشا لعيب كبير جدا لعيب مهم جدا ولعيب مؤثر يمكن ظهر بشكل مميز جدا مع النادي پريمز دلوقتي النادي الأهلي تعاقد مع مجدي أفشا انت عندك في النادي الأهلي صالح جمع وعندك نصر ماهر وعندك عمار حمدي راجع من الاتحاد سكندروني من الأع pert وعندك كمان أحمد حمدي الإحتمال كبير جدا يرجع من الجونة فانت دلوقتي مضطر ضحي بحد عندك كمان لعيب مهم جدا لعيب خطر جدا هو محمد نحمود يمكن محمد محمود شوية بيلعب تمانية وبيلعب عشرة يعني بيلعب في حتتين فممكن نقول أنه هو ممكن مرة اللي صارت يلعب محمد محمود تمانية ويستغل واحد من الأربعة اللي هيكونوا موجودين في رقم عشرة فأنت عندك دلوقتي هتضحب حد عندك صالح جمعة صاحب الخبرات اللي ظهر بمستوى يمكن في آخر مطشاط في مبارات الدور العام بشكل كويس جدا صالح جمعة رجع صالح جمعة للناس عرفها صالح جمعة صاحب المهارات وصاحب الكرة اللي بيمتع بصراحة أي حد عندك ناحية تانية ناصر ماهر ناصر ماهر قدم موسم جايج جدا قدم كرة حلوة جدا ناصر ماهر يمكن كمان الناس كلها كانت بتشيد بناصر ماهر من خلال الموسم اللي فات كمان عمار حمدي اللي تقلق بشكل كبير جدا مع نادي للتحاد السكندري وظهر بشكل مميز جدا وقدر يثبت أنه هو فعلا جدير أنه هو يرجع النادي الأهلي مرة تانية وأنه هو يكون موجود ضمن تشكيلة النادي الأهلي طب أنت دلوقتي عندك ثلاث لعيبة مهمين جدا وجبت مجد أفشا من بيرمز عشان تدعم الحتة دي حتة رقم عشرة اللي المفروض كان عندك مشاكل إلى حد ما فيها بعد طبعا مع عبدالله سعيد ماشي من النادي الأهلي وانت لسه بتقابل مشاكل شوية في حتة رقم عشرة دي فأنت مضطرة تضحب حد من الناس اللي موجودين عندك في النادي الأهلي وتيجي على حساب اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي أو هتضحب مجد أفشا اللي انت دافع فيه فلوس كتير جدا حوالي 25 مليون جنيه دافع في مجد أفشا واتنين لعيبة كمان عارة طب مطلع يمكن محمد شريف خلاص ولن لعيب تاني أعتقد أنه هيكون إسلام محارب يمكن كلامك هيدير جدا أنه هيكون اللعيب التاني إسلام محارب وجهة نظر مش يعني مش عايزة أقول هي غريبة شوية بس وجهة نظر محيرة أن أنت دلوقتي هتجيب أفشا عشان تلعبوا على أربع لعيبة موجودين عندك في النادي الأهلي أربع لعيبة ذو قدرات عالية جدا أربع لعيبة مهمين جدا يمكن أنا شايف من وجهة نظر أن صالح جمع أحق أن هو يكون موجود صالح جمع قدم مستوى كويس جدا ونهى يمكن قبل فترة التواقف الدوري بشكل كويس جدا صالح جمع من لعيبة المميزين قوي في حتة عشرة دي يمكن شوفنا في المنشات الأخيرة صالح جمع بيودي الفيرود بطريقة سهلة جدا كرته سهلة كرته حلوة فأنت دلوقتي مضطر أن أنت هتضحي بحد منهم أو هتضحي بالوافد الجديد اللي هو مجد أفشا أن أنت تجيبه تعادوا على الدكة وأعتقد أن ده مش يحسن أن أنت مش هتدفع كل الفلوس دي وتطلع اتنين لعيبة عارة النادي في الآخر عشان تجيب لعيب كرة يقعد على الدكة ما أعتقدش أن أنت هتستفيد منه أو هتستفيد منه كبديل أعتقد وجهة نظر محيرة هيبقى فيها الجهاز الفني طبعا بقيادة موتن اللي صارت هيقابل مشكلة كبيرة جدا ولكن هي في الآخر وجهة نظر وجهة نظر إدارة النادي الأهلي أنه يبقى عنده لعيب تقيل بحجم مجد أفشا لعيب عنده كتير مش بقلل أكيد من مجد أفشا لأ مجد أفشا لعيب كبير جدا لعيب بشوت كرات سابتة بطريقة مميزة جدا عنده كتير أكيد ولكن هي وجهة نظر في الآخر ومدير فني أكيد هيكون لي وجهة نظر في الآخر مين يكون موجود ومين ما يكونش موجود كمال الأهلي عايز يدعم خط الدفاع خط الدفاع اللي مسبب مشكلة كبيرة جدا للنادي الأهلي على مدار الموسم اللي فات يعني الثغرات كانت موجودة أكيد في الفريق الأحمر بسبب دفاع النادي الأهلي في صالة الغياب طويل لرمي ربيع على الإصابة لحد الوقت مش متحدد رمي ربيع موجود ولا مش موجود رمي ربيع مصاب رامي ربيع رجع ولكن رامي ربيع لعب مباراة اتصاب تاني فالكلام كتير قوي على اصابة رامي ربيع ان هي مش مؤهلة لرامي ربيع ان هو يكون موجود بشكل دايم مع النادي الاهلي كمان الناحية التانية جبت ياسر ابراهيم السنة الفتت عشان تدعم خدود دفاع النادي الاهلي ولكن ياسر ابراهيم ما قدملكش المردود اللي انت مستني منه ياسر ابراهيم لعيب كبير جدا لعيب كان بيقدف اسموحها بشكل كبير جدا ولكن في الاخر ياسر ابراهيم ما قداش اللي الناس كانت مستنية منه جمهير الاهلي دايما عايزة ان انتهى عندك سرد باكين زي ما قال الكتاب فانت دلوقتي عندك مشكلة رامي ربيع كثير الاصابات وياسر ابراهيم ما ظهرش بالمستوى اللي انت مستني منه وهغير بقى موضوع تاني مهم جدا ان انت عندك اصابة تانية لسعد سمير لحد دلوقتي او سعد سمير مجاش وعندك مشكلة اكبر ان محمد نجيب سنه دلوقتي كبر خلاص يعني محمد نجيب يمكن اعتقد من وجهة نظري ان الجهاز الفن دلوقتي ما بيعتمدش عليه بشكل كبير جدا انا بصراحة مش عارف يعني هل هي دي مشكلة النادي الاهلي فقط ولا دي فعلا مشكلة بيقابلها كل الفرق في الدور المصري من مدافعين مصري